بالمناسبة النهاردة ذكرى غالية جدا على قلوب كل الاهلوية وتهيئة لي مفترض أنها تكون على قلوب كل المصريين قصة تتويج الاهلي بلقب نهدي القرن الافريقي بعد طبعا انجازاته ونجاحاته اللي حطيته في صدارة المشهد في افريقيا وقصة النجاح ما زالت مستمرة طبعا خليني طبعا وانا طبعا دي لقطات لا تنسى للأسطورة طبعا الكابتن راحل صالح سليم وهو بيستلم الجايزة من الاتحاد الافريقي في نفس اليوم زي النهاردة كده بس من 22 سنة تحديدا سنة 2001 الاهلي استلم جايزة نادي القرن ومن بعد الحقيقة تسلم الجايزة دي وكان في حرص كبير جدا على استمرارية نجاح القصة استمرارية وجود الاهلي في الصدارة وقد كان وانا يسا يمكن من حلقتين او من ثلاثة كنت بأتكلم معاكم في انه نجاحات الاهلي في القرن الجديد الحقيقة يعني قصة وحكاية ورواية لازم نقف عندها كتير فلازم نفتكر الزكرة دي ولازم واعتقد ان كل حد بيمثل الاهلي في اي مكان وفي اي موقع عنده الحرص دايما على وجود النادي الاهلي في صدارة وفي ريادة المشهد